تحت رعاية الدكتورة عيشة بعنق ووكيل وزارة الصحة نظمت عيادة العناية بقدم السكر وقسم جراحة الأوعية الدموية بمجمع السلمانية الطبي حفلة تهنئة المرضى المتعافين من داء القدم السكرية تحت شعار صحتك تهمنا لكل داء دواء وفي العزمة والإصرار يوجد سبيل للعلاج والتماثل للشفاء فجميل أن نشهد اليوم ابتسامة مرسومة على وجوه من عاونه الأمل والصبر للتعافي والتغلب على أوجاع تملكت أقدامهم في مرض القدم السكرية قصص نجاح عديدة لمن تعافوا من هذا المرض ما جعلهم مثالا حيا للعزمة والإصرار توجيهاتهم، توجيه الدكتور، ماشينا على التعليمات وصرنا بخير وصحينا والله الحمد أكثر جمالاء اللي كرموهم اليوم قال بنفس الطريقة يعني مشو على هذا المأرض صرنا الحمد لله نشكرهم طبعا نشكر القيادة الحكيمة في البداية لابد أن نشكرها والتالي أننا حصلنا كل الاهتمام وكل العناية والحمد لله طبنا قبل المدة المقررة للمفروض نطلع من المستشفى أشار الكادر الطبي إلى أن القدم السكرية ليس مرضا محددا بل أحوال مرضية متعددة وإن الإصابة به ليس آخر المطاف الوزارة وضعت لها بروتوكول وضعت لها متخصصين وضعت لها أدوية وجاهزية علشان توصل إلى هدف بحيث يرتاح مننا المريض إذا ما نحطينا المريض في أولوياتنا الصحية وجدنا كثير من الحالات لما بدأت على المعالجة صار فيها تشافي وتعافي الحمد لله اليوم ما أبهجني هو يعني مداخلات المرضى يعني يعطوننا كلمات هي فعلا ندافع لنا واستمراريتنا في أن نحن ننطور ونعد أكثر وأكثر بالنسبة لهم قضل من الله سبحانه وتعالى تمكننا خلال مجموعة كبيرة من المرضى أن يتعافون من داء القدم السكرية وكما تعلمون أن داء القدم السكرية في بعض الأحيان قد ينتهي البتر الرسالة نحب نوصلها للمجتمع البحريني خصوصا أن داء السكر أصبح متفشي ووحدة من ضعفات القدم السكرية أن يا جماعة لا تخافون 80% أكثر من 80% من حالات القدم السكرية ممكن تجنب فيها عمليات البتر اللي كل يخاف منها اتباع التعليمات اللازمة وتلقي العلاج اللازم يجنب الإصابة بأي عواقبة وخيمة مثل بتر القدم أو جزء منها لذا يوصل أطباء أنه حين اكتشاف أي مشكلة في القدم يجب مراجعة الطبيب المختص فورا إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين